قمة لم الشمل يغيب عنها سبعة من قادة العرب هذا هو لسان حال الدورة الحادية وثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية التي تستضيفها الجزائر العاصمة سبق اجتماع القمة اجتماع لوزراء الخارجية العرب أكد على إثره الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الوزراء انتهوا إلى توافقات بشأن الملفات المطروحة في جدول أعمال القمة الوزراء الخارجية اتفقوا على كل شيء والأمور بالنسبة لنا واضحة جدا في الأمان العامة هناك توافق على جدول الأعمال والأمور تسير نحو قمة ناجحة شعب نبرة التفاول التي تحدث بها الأمين العام المساعد للجامعة تنقضها الخلافات الجوهرية بين القادة المجتمعين والغائبين على حد سواء فضلا عن تحديات لا تقل جسامة عن خلافاتهم القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان وأزمة سد النهضة التي تهدد كلا من مصر والسودان وأزمة الغذاء التي تهدد العالم بعد دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثامن إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في التدخل الإيراني السافر في الشؤون العربية وتهديدها المستمر لأمن الدول الأعضاء ومع تداين مواقف دول الجامعة من التدخلات الإيرانية فإن التجاوزات الإيرانية في العراق واليمن وسوريا وتهديدها أمن الخليج ومحاولاتها التسلل لمفاصل باقي الدول أصبح سرطانا يجب استئصاله بعد أن بات يهدد الأمن القومي العربي برمته فيما لو ترك ما يلزم معه موقف موحد تجاه تلك التجاوزات البيان الختامي للقمة والذي سربت دوائر الجامعة العربية فحواه لم يخرج عن سابقه من بيانات فالمقاربات في الحلول مختلفة والرؤى متباينة والمصالح حاكمة والخرق اتسعى على الراقع والأزمات أكبر من الحلول والمتربصون بالأمة يتكاثرون على قصعتها وأصبحت القاعدة الحاكمة للقمم العربية المتوالية نتخاذل فيما لو اتفقنا ويلوم بعضنا بعضا فيما لو اختلفنا اشتركوا في القناة